اشتركوا في القناة المجلس الاعلى لشباب والرياضة رئيس لجنة الاولمبية البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتمفيذ والمتابعة استجابه وذلك لتقديم الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى بمناسبة مصادقة جلالته على قانون الاحتراف الرياضي والذي يأتي في اطار اهتمام جلالته بالشباب الرياضي ورعايتهم وتمكينهم لتمثيل بملكة البحرين في مختلف الالعاب الرياضية كما حضر اللقاء مع الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الديوان الملكي ومع الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الامين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة ونور يوسف محمد المستشار القانوني وسارة نوح لزويد امين سر استجابه وخلال اللقاء اشاد جلالته بما تشهده الحركة الرياضية البحرينية من تقدم وتطور تمثل في تحقيق ابناء وبنات البحرين العديد من الانجازات النوعية المشرفة ورفع راية المملكة عاليا في منصات التتويج بمختلف المحافل والمسابقات الرياضية كما اكد جلالته اهتمام المملكة بتطوير جميع التشريعات والقوانين التي تسهم في تقدم الحركة الرياضية والشبابية بالاضافة الى تحديث الانظمة بصورة مستمرة بما يتوافق مع القوانين والنظم العالمية والتي تشكل اساسا مهما للاحتراف الرياضي متطلعا جلالته ان تواصل المنتخبات والفرق البحرينية مسيرتها المشرفة وتمضي قدما في تمثيل الوطن خير تمثيل في جميع المنافسات الرياضية القادمة واشاد جلالته بدعم واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز مسيرة الرياضة والشباب بما يعود بالخير والنفع على كافة الرياضيين البحرينيين وأثنى جلالته حفظه الله على الجهود الهم والعمل الدؤوب الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ودعم سموهما المتواصل للاحتراف الرياضي وتبني المبادرات والبرامج لتطوير قطع الرياضة والشباب بما أسهم في بناء منظومة الرياضية متكاملة ومتطورة على الصعيد الإداري والفني نتج عنها تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة والنتائج المشرفة في مختلف الألعاب الرياضية وأشهد جلالته بدور وزارة الشؤون الشباب والرياضة في خدمة الرياضة والرياضيين وتلبية كافة احتياجاتهم بما يتناسب مع ما تشهده المملكة من تطور ورقي في الحركة الرياضية والشبابية من جانبه رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى على رعايته للحركة الرياضية البحرينية والتي حققت في عهد جلالته الزاهر العديد من الإنجازات المشارفة معتبرا سموه أن مصادقة جلالته على قانون الاحتراف الرياضي تأكيد ملموس على مدى ما تحظى به الحركة الرياضية من رعاية واهتمام من لدن جلالته ودليل واضح على حرص جلالته على دعم منتسبي الحركة الرياضية وتهيئة الظروف المثالية أمامهم لتمثيل المملكة بصورة مشرفة في مختلف المحافل الرياضية عبر القوانين والأنظمة التي تتواكب مع التطور الحاصل في المنظومة الرياضية العالمية كما أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن تقديره وشكره على ما تحظى به الرياضة من نسبة إصدار قانون الاحتراف الرياضي مؤكدا أن قانون الاحتراف الرياضي يعتبر من القوانين العصرية التي تواكب التطورات العالمية وستواهد طريق أمام منتسبي القطاع الرياضي لرفع رصيد مملكة البحرين من الإنجازات في العصر الذهبي من جانبه رفع سعدة وزير شؤون الشباب ورياضة خالص الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على تفضله بالمصادقة على قانون الاحتراف الرياضي وأكد أن مصادقة جلالته تعكس حرص جلالته على دعم الحركة الرياضية وتحقيق تطلعات الرياضيين للانتقال بالرياضة البحرينية من الهواية إلى الاحتراف الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحقيق المزيد من الإنجازات والذهب ترجمة نانسي قنقر